الحديث عن الأدب في الإسلام إنما هو حديث عن مسألة جوهرية وليست مسألة ثانوية ما لكم لا ترجون لله وقارة من أنواع الأدب مع الله عز وجل شكر نعماته أقبل فاتلك معارج الإيمان من يرتاقيها يفوز بالغفران بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله ومن استنى بسنته واقتفى أثاره واهتدى بهده حياكم الله جميعا مع عشر الصالحين والصالحات نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي مجالسنا هذه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا ولكم ذخرا يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لعلنا نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه السلسلة الطيبة عن مجموعة من الأمور التي ربما لو بقينا منحصرين في دائرة حد حلال والحرام لعلنا نغفل عنها الحلال والحرام أمور مركزية في الإسلام لكنه يحتاج إلى أمور أخرى كي تستقيم حياة الإنسان ويعيش تلك السعادة التي نسمع عنها في قوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكرنا منثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة هذه المسألة التي ستتمحور حولها إن شاء الله تعالى حلقات هذا البرنامج الطيب هي قضية الآداب في الإسلام نتحدث عن الآداب في الإسلام الذي نجمع على الآداب ألا وهي حسن الأخلاق وجميل الفضائل واللبيب من التصرفات والتعاملات فيما بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى وفيما بين الإنسان ومن يعيش معهم في هذه الأرض مسلمين كانوا أو غير مسلمين فالحديث عن الآداب في الإسلام إنما هو حديث عن مسألة جوهرية وليست مسألة ثانوية من أجمل ما مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أن قال له في صورة مكية وإنك لعلى خلق عظيم ألا وهي صورة القلم فهذا المدح فيه إشارة لجموع المسلمين لكي يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط فيما ذكرناه من قضية الحلال والحرام لكن أيضا وخصوصا فيما يتعلق بقضية الآداب والأخلاق والمعاملات والسلوكيات يكون كلامنا إن شاء الله تعالى متمحورا حول مجموعة من الآداب على رأسها الأدب مع الله سبحانه وتعالى ثم الأدب مع أخيك المسلم ثم أدب من آداب الإسلام لهو أدب للسئدان ومن الآداب التي ربما لا ينتبه إليها أدب النباس وأدب السفر ولعلنا نختم إن شاء الله تعالى بأدب آخر يكون معنا في صباحنا وزوالنا ومسائنا ألا وهو أدب الطعام أدب الأكل والشرب هذا إن شاء الله تعالى على وجه العموم ما ستتمحور حوله هذه الحلقات التي نسر الله عز وجل لنا ولكم نفعها في الدنيا والآخرة ندلف بإذن الله سبحانه وتعالى لهذا الأدب الأعظم والأدب الأول والأدب الأكبر ألا وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى نقرر أمرا مهما لا يمكن لإنسان أن يتأدب مع جهة معينة إنسان منظم مجتمع دولة شخصه لا يمكن للإنسان أن يتأدب مع جهة معينة وهو لا يعرف عنها شيئا فضلا عن أن يكون يعظمها أو يوقرها فمن باب الأذب مع الله عز وجل معرفته وتعظيمه وتوقيره بل جاء الخطاب من الله سبحانه وتعالى فيه نوع من التوبيخ واللوم لعموم الناس في قوله تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوار الله عز وجل هنا كأنه يعاتب على الناس أنهم مع معرفتهم بأن الله هو الخالق وهو الرازق يقول ما لكم لا ترجون لله وقار مع تطبيق حفاظ القرآن لم تحتاج إلى التنقل بين المصادر بعد الآن حيث يوفر لك تفسير الآيات وإعراب الكلمات ومعانيها ومعلومات السور والصرف والبلاغة وغيرها الكثير حمل التطبيق وابدأ رحلتك مع حفظ القرآن يقول الحق سبحانه وتعالى معرفا بنفسه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إذن هذا الإله الذي لا يغيب عنه مثقال الذرة في الأرض كان أو في السماء هذا يجب أن يوقر ويعظم وهذا من أول أنواع وأبواب الأدب مع الحق سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يغفر الناس عن علم الله المحيط بهم يقول سبحانه وتعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هذا ظن قبيح بالله سبحانه وتعالى وهذا الظن لا علاقة له بالأدب مع الله سبحانه وتعالى من أنواع الأدب مع الله عز وجل شكر نعمته ابتداء أن انعقد القلب على أن النعمة كلها من الله ما علمنا منها وما لم نعلم وأن يكون عندك يقين أن ما جهلت من نعمة الله عليك هو أكثر بكثير مما علمته من نعمة الله عليك وذلك الذي علمته شكرك له قليل ونسأل الله ليوفقنا وإياكم لشكره يقول الحق سبحانه وتعالى وهو يعلمنا أن أول مرتبة لشكر نعم الله هي مرتبة القلب كما في قوله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله ومرتبة الشكر باللسان كما في قوله تعالى وَأَمَّا بِنِعْمَةَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ثُمَّ مَرْتَبَةُ الشُكْرِ بِالْعَمَلْ في قوله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر الأدب مع الله سبحانه وتعالى وأيضا أدب مع كتاب الله عز وجل أدب مع القرآن الكريم معرفة فضل هذا الكتاب ابتداء لو علم الناس يعني قوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لنا إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إنا بقايا من أهل الكتاب هذا المقت من الله وهو شدة الغضب كان قبل أن تنزل رحمته إلينا ألا وهو القرآن الكريم ثم رحم الله عز وجل أهل الأرض جميعا بهذا القرآن الكريم فمن استجاب له وتشبث به وتمسك به كان على صراط مستقيم ومن تنكب عنه ابتداءا كان سيء الأدب مع ربه سبحانه وتعالى ومعرفة فضل القرآن الكريم هذا من الأدب معرفة مقام القرآن الكريم هذا من الأدب مع كتاب الله عز وجل أن يعرف الإنسان أن القرآن روح بدونه لا يمكن له أن يحيي الحياة الطيبة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أن يعرف الإنسان أن القرآن نور من الله يبصره بمواقع قدمه يبصره بما بداخله من العيوب ويساعده على حمل هذا النور ليبصر الناس بحسن سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى بل الأفضلية والخيرية كلها في حيازة تعلم القرآن وتعليمه كما جاء الحديث الصحيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله خيركم أي أفضلكم خيركم من تعلم القرآن وعلمه من أداب التعاول مع القرآن الكريم يعني كما ذكرت لا نتحدث عن قضية الحلال والحرام نحن نتحدث عن قضية الأدب يأتيك أشخاص يقول لك هل يجوز أن أمسك المصحف وأنا على غير طهار يعني لستم توضئا وضوء مثلا للصلاة نحن لا نريد أن ندخل في تقريرات فقهية متعلقة بالحلال والحرام كلامنا عن الأدب هذا كلام الله أي استقيم أن تمسك مصحفا فيه كلام الله عز وجل وأنت على غير طهار بل ستار جمعا من علمائنا أن على قدر تأدبك مع كلام الله تكون الاستفادة ويكون النور في القلب فيكون الوضوء قبل ذلك واستقبال القبلة وجنس لا يكون فيها كثرة المشوشات وبالإضافة إلى تقديم استغفار وتوبة لأن هذا مما يخفف أثقال القلوب فيشرحها لكي تتذكر عن ربها سبحانه وتعالى وأن يدوم الأمد والوقت بين آخر تلاوة والتلاوة التي التي تريها لا تتردد ابدأ الآن رحلتك نحو حفظ القرآن الكريم عبر تطبيق حفاظ القرآن حيث يتيح لك إنشاء خطة من اختيارك ويمكنك تحديد القدر الذي تريد وتحديد الوقت المناسب لك حمل تطبيق حفاظ القرآن ود خطتك القرآنية أن يكون خاشعا في تلاوته للقرآن الكريم وهو يقرأه يستحضر يعني المعاني التي يقرأها وإن وجد من نفسي أنه لا يفهم مثلا كلمة فيبحث في تفسير مختصر وهذا الأمر يدخل أيضا في مسألة الخشوع عند تلاوته ومن الآداب أيضا مع كتاب الله عز وجل أن يحسن الإنسان صوته به وهنا نهيب بمعاشر المسلمين أن يجدهدوا في تعلم قواعد تجويد القرآن الكريم وإحسان تلاوته الله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي اتبع الطريقة التي قرأ بها عليك القرآن الكريم إذا رأى العبد من نفسه قساوة قلب فأدبوه مع القرآن الكريم من خلال بوابة التدبر والتفكر مع التعظيم واستحضار القلب لقوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب نولق السمع وهو شهيد فبهذه المعاني والأسرار التي يثورها في القرآن الكريم يكون تدبره وتذكره ثم خضوعه لله سبحانه وتعالى من خلاله أن يجدهد لأن لا يكون من الغافلين حال تلاوة القرآن الكريم بل أقبح منه أن يكون عياذا بالله من المخالفين لما يقرأه في القرآن الكريم كيف يقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وهو نزال مقيما عن الربا لا يتوب منه وهذا مثال يغني عن سائر الأمثلة ومن الآداب مع كتاب الله سبحانه وتعالى أن يجاهد في أن يتصف بصفات أهل القرآن الذين كما ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل الله وخاصته أن تكون من أهل الله ومن خاصته ليس فقط في أن تحفظ حروف القرآن الكريم وكلماته لكن أن تحفظ حدود القرآن الكريم وأوامره ونواهيه وزواجره مما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ينبغي لقارئ القرآن وهذا الذي يحدثنا هو من أمهار من قرأ القرآن الكريم عبر تاريخ الإسلام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رضي الله عنه يقول ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبنهاره إذ الناس مفرطون وببكائه إذ الناس يضحكون وبورعه إذ الناس يخلطون أي الحلال بالحرام وبصمته إذ الناس يخوضون وبخشوعه إذ الناس يختالون وبحزنه إذ الناس يفرحون طبعا ليس في هذا دعوة لا ليس في هذا الأمر دعوة إلى الحزن الدائم لكن بالبعد عن الفرح المؤدي إلى المعصية وبالبعد عن الخوض الذي يؤدي إلى ضياع الأعمار والأوقات من الأدب مع الله عز وجل الأدب مع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء إذا سمع اسمه أن يصلى عليه اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم حبه لا يقدم عليه حب أحد آخر من البشر نقصد توقيره لا يقدم عليه توقير أحد من خلق الله عز وجل تعظيمه صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه تعظيم أحد من خلق الله سبحانه وتعالى كائنا من كان من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الاقتذاء به والاعتساء به وطاعته صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة أقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والأدب معه موالاة من ولاه معاداة من عاداه الرضا بما كان يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب لما كان يغضب له رسول الله صلى الله عليه وسلم من آفات زماننا أننا نغضب للأمور التي كان يهول منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهول من الأمور التي كانت تهون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأمور التي كان يغضب لها عليه الصلاة والسلام تجد القليل منا من يغضب لها ولا حول ولا قوة إنا بالله العلي العظيم توقير اسمه وإجلاله عند ذكره اللهم صلى وسلم عليك يا سيدي رسول الله هذا لا يكون إلا بمدارسة سيرته ومدارسة شمائله وتكون لنا مجالس دورية في هذا مجلس أسبوعي على مستوى الأسرة ومجلس يمكن أن يكون أسبوعيا أو نصف شهري أو شهري مع مجموعة من الفضلاء ليس بالضرورة أن تكون المجموعة كبيرة مجموعة من خمسة أفراد من الأصدقاء أو خمسة من الأخوات الفضليات الصديقات يجتمعون أو تجتمعن على مدارسة شمائله وفضائله وسيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا مما يعظم الأدب معه صلى الله عليه وسلم في القلوب ويتدرج به العبد في تأدبه مع ربه سبحانه وتعالى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنذي صح عنه صدق لا مرية فيه ولا ريب ولا شك لا يشك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان إيمانه فيه دخل عياذا بالله يكون شعارك وشعار أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال إن كان قالها فقد صدق من الأدب معه صلى الله عليه وسلم إحياء سنته إظهار شريعته الفرح بهذه الشريعة والافتخار بها وَلَتَهِنُوا وَلَتَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إبلاغ دعوته إنفاذ وصاياه يوصي صلى الله عليه وسلم بالصلاة نكون أفضل من يمتثل بهذه الوصية يوصي صلى الله عليه وسلم بالنساء أمهات كنّا أو بنات أو زوجات أو أخوات نكون أفضل من استوصى بوصيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوصي بالجار نكون أفضل من يحسن إلى جاره يوصي بالصدق نكون أصدق ما يكون ونسأل الله عز وجل الثبات هكذا يكون الأدب معه صلى الله عليه وسلم إذا قدر للإنسان أن يزور المسجد النبوي يخفض صوته في المسجد النبوي عموما وبالضبط أمام الغرفة التي دفن فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا يجوز رفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم حيا كان عليه الصلاة والسلام أو ميتها هذه جملة من الآدام التي حاولنا أن نذكر فيها ما يمكن أن يتدرج فيه العبد سيرا إلى الله سبحانه وتعالى حتى نحقق هذا الأدب الأول وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين من يرتقيها يخوز بالغفران من يرتقيها يخوز بالغفران روح وريحان فأخذت بياني المجد كل المجد في القرآن أقبل فتلك غنمات الأزمان والعمر ساعة وبعض ثواني والعمر بالإيمان عمر ثاني من يرتقيها يفوز بالغفران روح وريحان فأخذت بياني المجد كل المجد في القرآن ونصيحاتي كي لا أراك تعاني كن للتميز طالبا متفاني تحظى اقترابا من عظيم الشاني والله رب العرش والإحسان أقبل فتلك معارج الإيمان من يرتقيها يفوز بالغفران روح وريحان فأخذت بياني المجد كل المجد في القرآن روح وريحان فأخذت بياني